مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني جنونا فزدني من حديثك يا سعد اسمع أيها التاريخ وأنصت يا زمان وتعال أيها العالم البائس إن كنت ترغب أن ترى بشرا في مسلاخ ملائكة أو كنت تأمل أن ترى المدينة الفاضلة أو كنت تبحث عن القيم والمبادئ والأخلاق والبطولة والفروسية فهلما إلى مدرسة النبوة لنرى رجالا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وسقاهم من معين نبوته فسطروا لنا أروع المواقف وكتبوا تاريخ هذه الأمة بأحرف من النور فهلما لنتعرف على واحد من هؤلاء الكرم واحد بألف وألف بخف إنه رجل الأزمات والصعاب واحد ممن قال فيهم النبي الكريم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة أو كما قيل الناس واحد بألف وألف بخف إذا ما الأمر عنا فالرجل الجواد القوي الذي يحمل أثقال الناس وأعباءهم ويكشف كرابهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة إنه شاب مهاجري فتى قوي كان رجل المهمات الصعبة بطلا فدائيا باع نفسه لله عز وجل ولتكون كلمة الله هي العليا هانت عليه نفسه وروحه في سبيل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره لتنفيذ عمليات خاصة غاية في الأهمية والخطورة لعل أعظمها أنه كان رضي الله عنه يتسلل نحو المسلمين الأسرى المستضعفين الذين قد احتجزتهم قريش ومنعتهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم هذا الفدائي بتحريرهم من الأسر وينطلق بهم عائدا إلى المدينة فهو كما نرى بطل ثابت الجأش قوي الفؤاد خفيف الحركة مقدام في غير تهور حاد الذكاء سريع البديهة والآن فلندخل إلى بستان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لنقطف منه بعض الزهور والرياحين فنستنشق عبيرها ونتعرف عليه أكثر من خلالها الاسم والنسب هو مرثد بن كناز بن حسين بن يربوع الغنوي البدري كان أبوه صحابيا جليلا وكان يكنا به فكان يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان من حلفاء حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنهم أجمعين وأخوه الأصغر هو أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه واحد من أرباب الهمم وأصحاب المهمات الصعبة كأخيه وهو الفارس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما أبلى بلاء حسنا قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها أي عملت عملا يوجب لك الجنة فهنيئا لك هذه البشارة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة إلى المدينة خرجت هذه الأسرة المسلمة وقد خلفت وراء ظهرها بمكة المكرمة أموالهم وديارهم ومراتع الصبا خرج مرثد مع أبيه وأخيه وأسرتهم طاعة لله ورسوله فلما حطوا رحالهم بالمدينة استقبلهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أحسن استقبال واستضافهم في بيته أول مقدمهم كلثوم بن الهدم وقيل بل سعد بن خيثمة رضي الله عن الجميع عجيب أمر هؤلاء القوم إنهم يبيعون كل شيء ولا يأسفون على شيء من أمر هذه الدنيا لأنهم يرجون ما عند الله وما عند الله خير للأبرار ويهون عليهم كل شيء حتى نفوسهم لأنهم يشترون بها جنة عرضها السماوات والأرض تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بعد أن نجح مرثد رضي الله عنه في اختبار الحسناء في اختبار الهجرة جاء اختبار أشد إنه يوم بدر وما أدراك ما يوم بدر يكفينا هذا الوصف من الرب الجليل سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة في السلاح والعتاد والرجال وكل شيء موازين القوى وحسابات الأرض كلها في صالح قريش الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس في هذا اليوم الذي تبجح فيه الكفر وكشر عن أنيابه وخرج يريد أن يطفئ نور الله عز وجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان ظهره حاضرا من الصحابة رضوان الله عليهم وخرج معه بطل قصتنا مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه على فرس له يقال له السبل واستخلف النبي الكريم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان الصحابة يوم بدر يعتقبون بين كل ثلاثة على بعير حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه على البعير الذي يركبه علي وأبو لبابة رضي الله عنهما فإذا حان دور النبي صلى الله عليه وسلم في المشي قالا له اركب ونحن نمشي يا رسول الله فيقول معلم البشرية عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى منكما عن الأجر صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالروحاء رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة واستخلفه النبي الكريم على المدينة فقرب النبي صلى الله عليه وسلم مرثدا الغنوي فجعله مكان أبي لبابة فكان مرثد رضي الله عنه يؤثر النبي على نفسه ويريد منه أن يركب ويمشيه فيأبى النبي الكريم الذي علم الدنيا كلها الإيثار ومكارم الأخلاق ويصر أن ينزل نفسه منزلة أصحابه فلا يخص نفسه بشيء دونهم فيردد نفس العبارة ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما وفي هذا اليوم يوم بدر يبلي مرثد رضي الله عنه بلاء حسن فيكون واحدا ممن فاز بهذا الشرف المنيف والوسام الرفيع إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون بهذا الفضل المبين فيقال فلان بدري وفلان من أهل بيعة الرضوان وهذا من السابقين الأولين وقد حاز هذا الشرف مرثد وأبوه أبو مرثد الغنوي رضي الله عنهما فكان ممن شهد بدرا قال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن مرثد كان بدريا وقال الحافظ بن حجر في الإصابة صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز بن الحسين وهما ممن شهد بدرا أخلاق مجد كحلت ما لها خطار في البأس والجود بين العلم والخابار متوج بالمعالي فوق مفراقه وفي الوغى ضيغم في صورة القمار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لله در شاعر الرسول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه حينما دح الصحابة الكرام قائلا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يزري بهم طمعوا فهذا وصف عام لهذا الجيل الفريد ولكننا سنرى في هذه القصة كيف كان بطلنا مرثد رضي الله عنه نموذجا للشاب المسلم الفتي القوي الذي يجاهد نفسه في ذات الله ويكبح جماح شهوته ويترك ما حرم الله تعالى خوفا منه جل في علاه ولمن خاف مقام ربه جنتان وكيف ينتصر على نفسه في موطن هو مزلة أقدام وحيرة أفهام فسعار الشهوة إذا استحكم من الإنسان جعله كالريشة في مهب الريح أو كالقدر إذا استجمعت غليانا لكن المعصوم من عاصمه الله تعالى والآن لنستمع إلى هذه القصة يخبرنا بها عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فيقول كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثدن الغنوي وكان رجلا شديدا وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له في الجاهلية وإنه كان وعد رجلا من أسار مكة يحمل قال مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجانب الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة في الرحل فقلت يا عناق قد حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة قال فتبعني ثمانية فسلكت الخندمة وهو جبل معروف في طريق مكة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم على رأسي وأعماهم الله عني فرجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبلة فجعلت أحمله ويعيني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها فلله در هذا الشاب العفيف جاهد في الله حق جهاده وخالف هواه وجعل شهوته تحت قدميه أليس هذا هو الجهاد الحقيقي بلى والله قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه ها هو مرثد رضي الله عنه يضرب لنا مثلا رائعا في العفة والطهارة والنقاء شاب قوي لا زوجة له تعرض عليه الفاحشة من امرأة بغي في كامل زينتها وعنفوان شبابها فتقول له هيت لك فينطق قلبه الطاهر قبل لسانه الصادق معاذ الله ثم ينطق لسانه قائلا يا عناق قد حرم الله الزنا رغم حبه القديم لها في الجاهلية ومع شهوة الشباب العارمة إلا أنه قد ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه فأصبح الزنا أبغض شيء إليه وأسوأ طريق ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فهنيئا لك أيها البطل الحازم ما قاله الصادق صلى الله عليه وسلم وما أخبر به إن ربك ليعجب من الشاب لا صب وتله إن الله تعالى يحب مثل هذا الشاب التقي النقي العفيف الذي لا يميل مع الهوى ولا يؤثر إلا رضا مولاه سبحانه ذاك أن الله طهر هذه القلوب وعصمها من مضلات الفتن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إن الله يدافع عن الذين آمن ها نحن أولئنا المحو في هذه القصة عناية الرحمن وحفظه لأوليائه الصالحين ودفاعه عن عباده المؤمنين حين جاء المشركون إلى سدة الغار الذي كان فيه مرثد رضي الله عنه فأعمى الله أبصارهم وصرف عنه كيدهم كما حفظ من قبل الصحابية الجليلة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه حين عاهد الله أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فلما قتل غيلة وغدرا من قبل المشركين حفظ الله جسده بالدبر أي النحل ثم جاء سيل فاحتمل جسده فلم يقدر عليه المشركون فذكر ذلك أحدهم متعجبا من رعاية الله وحفظه للموحدين فقال وعناية الرحمن تعصم عاصما من أن ينال براحة أو أصبع بالسيل بعد الدبر من أعدائه في مصرع أكرم به من مصرع إصرار عجيب ولعلنا نلمح في هذه القصة سمة أخرى من سمات شخصية هذا البطل العظيم إنه الإصرار على تنفيذ المهمة التي جاء من أجلها لقد طارده ثمانية من المشركين ولو ظفروا به لسقوه كأس المنية بلا تردد أو لكان أسيرا عندهم يذوق سوء العذاب فماذا عليه وقد ردهم الله خائبين لو أن رجلا آخر كان مكانه لآثر السلامة ولولى مدبرا ولم يعقب ولأطلق ساقيه للريح نحو المدينة لكن العجيب أن مرثدا رضي الله عنه ما زال مصرا على العودة إلى عقر دار المشركين والخطر لا يزال مهدقا به والعيون تترصد خطاه ولكنه انتظره نيهة حتى هدأت العيون ونامت عنه أو غفلت ثم عاد تارة أخرى لينقذ أخا له في الله من فتنة الأسر وليتمم المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول لحبيبه وأسوته صلى الله عليه وسلم لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك مصرع البطل في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أناس من قبيلتي عضل والقارة فيزعمون أن بأرضهم إسلاما ويطلبون منه أن يبعث نفرا من أصحابه القراء يقرئونهم القرآن ويعلمونهم ويفقهونهم في الدين فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بعث معهم نفرا من الصحابة الكرام فمنهم مرثد وخالد بن البكير الليثي وعبد الله بن طارق الضفري وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت فخرجوا رضي الله عنهم جميعا وأميرهم مرثد بن أبي مرثد حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنوا لحيان فاقتصوا آثارهم بقريب من مئة رجل رام حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوا فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم وكانت قبيلة هذيل تريد أن تثأر لسيدها خالد بن سفيان الهذلي الذي قتله المسلمون وهو يجهز الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق القراء من أصحاب النبي الكريم حتى إذا كانوا بمكان يقال له الرجيع أتتهم هذيل فلم يرعي الصحابة في رحالهم إلا الرجال في أيديهم السيوف وقد أحاطوا بهم من كل جانب فأخذ القوم أسيافهم ليدافعوا عن أنفسهم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم اللهم ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتل منكم أحدا فأما عاصم ومرثد وخالد فقالوا والله ما نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا فقاتلوا حتى قتلوا ثم قتل الباقون بعدما وقعوا في الأسر رضي الله عنهم جميعا ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمصرع أصحابه وغدر بني لحيان بهم حزن حزنا شديدا وظل زمنا طويلا يدعو عليهم في صلاته فكان إذا رفع رأسه من الركوع قانا تودع عليهم اللهم مل عن بني لحيان رواه مسلم وقد رثاهم حسان بن ثابت رضي الله عنه قائلا صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا رأس الكتيبة مرثد وأميرهم ابن البكير أمامهم وخبيب وابن اللطارق وابن دثنة فيهم وأفاه ثم حمامه المكتوب والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب وهكذا رحل المجاهد البطل الفدائي الداعية مرثد الغنوي وروا أرض الرجيع بدمائه الزكية الطاهرة لتحلق روحه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولتسرح روحه مع الشهداء في جنات النعيم وكان استشهاده رضي الله تعالى عنه في شهر صفر سنة أربع من الهجرة النبوية فرضي الله عن مرثد الغنوي وعن أصحاب النبي الكرام دعنا نسافر في دروب جهادنا ولنا من الهمم العظيمة زاد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في ضرب الهدى ميلاد فالموت في ضرب الهدى ميلاد